انطلاقا من اهتمام وحرص صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس على حكم الفجيرة بالمواطنين والمقيمين في الإمارة وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليعهد الفجيرة عقد الاجتماع التنسيقي الأول لانطلاق مبادرة معكم يدا بيد وقادة الفرق التطوعية وتم فالاجتماع وضع خطة العمل التطوعية بمشاركة 650 متطوعا ومتطوعة من المواطنين والمقيمين من كافة أنحاء الدولة للمشاركة في إزالة الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية التي شهدتها الإمارة وبدأت مئة الفرق التطوعية والأفراد المتطوعون بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة في مرحلة التعافي وعمليات دعم الأسر المتضررة في مراكز الإيواء وتنظيف الطرق وإزالة الآثار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها إمارة الفجيرة تمهيدا لإعادة سير الحياة الطبيعية فيها